موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن وعلاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندما نتأمل القرآن الكريم نجد أن هذا القرآن في نظمه بشكل عام في موضوعاته في تناوله للقضايا التي يتناولها يتراوح ما بين القصص والتاريخ وما بين التعاليم وما بين العقائد وإثبات الحقائق الكونية بالإضافة إلى التشريعات والأخلاق وغير ذلك في القصص القرآني والقصص في القرآن الكريم ليس الغرض منه فقط كما يعني يتعود الناس الناس اعتادوا على القصص إنها للتسلية وليقتل الوقت ولملء الفراغ لكن في القرآن الكريم الموضوع اختلف القصص القرآني له هدف له غاية له طبيعة وله نظم معين وموضوعات يتناولها لها علاقة ببناء الحياة الإنسانية عندما يتحدث القرآن في التاريخ وإحنا مر معنا كيف في القرآن الكريم يحثنا على أن نقرأ التاريخ ويحثنا ويريد منا أن نتأمل في هذا التاريخ في التاريخ الماضي حتى نأخذ من هذا التاريخ ما نستعين به على بناء الحاضر وتشييد المستقبل لذلك عندما يتحدث القرآن في التاريخ يتحدث بطريقة تعيننا في الحاضر على أن نستفيد من وقاع التاريخ فنتجنب السلب منها ونعظم الإيجابي من سلوك البشر نعرف كيف تسير القوانين الكونية كيف تسير قوانين الطبيعة قوانين البشر القوانين التي تحكم نظم الحياة الإنسانية حتى نستطيع أن نؤسس حياتنا بطريقة سليمة نتجنب فيها المصائر السيئة للأقوام والأمم والشعوب والأجيال التي سلفت من القصص العظيم في القرآن الكريم والقرآن طبعا يقول كما يقول الله تبارك وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن نحن نقص عليك أحسن القصص أحسن القصص يعني أصدقه أصدق القصص أحسن القصص أكثره دقة وإحاطة بالضروري من المعرفة لأنه لما نتأمل قصص القرآن الكريم لا نجد أن القصص القرآن القرآن هو قصص تفصيلي بمعنى أنه ليس يوميات الحياة الإنسانية الماضية أنه في اليوم الفلان يصار كذا وفي اليوم الفلان يصار كذا وفلان قال وفلان عاد لا القرآن يأخذ الإطار العام للسلوك البشري والإطار العام لحركة الحياة الإنسانية والقواعد لأنه كما قلنا في أكثر من مرة القرآن كتاب قواعدي يضع لنا القواعد يضع لنا الأسس حتى نعتمد على هذه الأسس في بناء الحياة الإنسانية والقصص القرآني هو قصص اعتبار قصص اعتبار بمعنى قصص استفادة من الدروس لأنه النماذج التي يعرضها القصص القرآني هي نماذج متكررة يعني ليست نماذج غبرت وانتهت ولم يعد لها وجود في بالمعنى السلوكي بالمعنى العملي يمكن بالأسماء اختلفت الأسماء اختلفت الأزمن اختلفت البيع الحاضن اختلفت نسبيا ولكن النموذج في حد ذاته لم يتغير يعني خد مثلا عندما يقص القرآن علينا قصة فرعون يقصها علينا لكي نتعلم منها لأنه كل يوم وفي كل حقبة من حقب الحياة الإنسانية هناك فرعون فرعون المستبد المتسلط الظالم المستكبر في كل مرحل من مراحل الحياة الإنسانية مش بالضرورة يكون اسمه فرعون لكن فعله فعل فرعون وسلوكه سلوك فرعون وطريقة إدارته للحياة هي طريقة فرعونية طريقة فرعون في كل حقبة من حقب الحياة سنجد فراعنا سنجد فرعون مستبد ظالم طاغية يتكبر على العباد يظلم يحكم بالحديد والنار في كل مرحل عندما يقص الله علينا قصة فرعون هذا إنما يقصها علينا لكي نعرف كيف نتعامل مع فراعنة عصرنا مع فرعون عصرنا الذي نعيش فيه عندما يقص علينا مثلا قصة يوسف وإخوته قصة الإخوة الذين غدروا بأخيهم قصة الأخ النابغة المتميز قصة الحسد اللي بين الإخوة وبين الناس ماذا كل يوم بتكرر مش مضروري أنه يكون نفس الإسم ونفس النموذج ونفس المكان لكن هو نفس الإطار العام للسلوك البشري اللي بتكرر كل يوم والقرآن الكريم بيقص علينا هذا القصص حتى نعرف كيف نتعامل مع هذه النماذج عندما يقص علينا قصة هود مثلا هذا الرجل المصلح الرائع النبي الداعي إلى الحق الداعي إلى الخير وكيف واجهه قومه ما احنا كل يوم ممكن نشوف رجل مصلح متميز عنده ملكة الخير في مواجهة أهل الشر هذه النماذج تتكرر كل يوم ومن أجل هذا قص القرآن الكريم علينا قصص الأنبياء وقصص الأمم السالفة ميزة القرآن الكريم أيضا أنه يحترم التسلسل الزمني لأنه التسلسل الزمني له علاقة بكيفية تركيب الحياة وبكيفية تطور الحياة براعي أيضا في منهجه القصصي التسلسل الزمني فلذلك نجد ولو تعملنا القرآن الكريم أول قصة في القرآن الكريم في ترتيب القرآن الكريم في القرآن الموجود بين إيدينا اليوم بهذا الترتيب الوقفي التوقيفي اللي من عند الله تبارك وتعالى عن القرآن ترتيبه ليش سورة الفاتحة قبل سورة البقرة طب ليش سورة البقرة اللي نزلت في المدينة جاءت في ترتيب المصحف قبل سورة مثلا الأعراف أو سورة يونس اللي نزلت في مكة ليش؟ هذا ترتيب له علاقة بالمنهج الإلهي هيك ربنا سبحانه وتعالى نزل القرآن وطبعا له أسرار هذا الترتيب بدها عملية تأمل ومحاولة التعرف على أسرار الترتيب والنظم والسياق القرآني أول قصة في ترتيب القرآن قصة مين؟ قصة آدم عليه السلام آدم أول البشر أول البشر الاحترام ومراعاة التسلسل الزمني في حركة الحياة الإنسانية هذا التسلسل الزمني بدأ بآدم عليه السلام آدم هو أول البشر وأبو البشر ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قص علينا قصته أو جانبا من قصته أو لقطة من لقطات حياة آدم وخلق آدم والقرآن شوف لما تتأمل القصص تجد في كل موضع من مواضع القرآن لقطة معينة من لقطات هذا القصص القرآني تتناول جانبا معينا وتركز على حيثية معينة وتراعي درسا معينا من دروس السلوك وحركة الحياة الإنسانية آدم عليه السلام هو أول البشر أول قصته تبدأ بخلقه ربما تبدأ القصة حتى قبل الخلق آدم قبل الخلق قبل أن يصبح آدم أمرا واقعا في الوجود الله تبارك وتعالى يعرفنا يقص علينا ويخبرنا كيف بدأت هذه المسألة كيف بدأت هذه الخليقة وسبحان الله القرآن الكريم بده يعرفنا كيف بدأ خلقنا وكيف بدأ خلق الحياة لأنه على مدار التاريخ الإنساني نشأت نظريات وظهرت نظريات متتالية ومتعددة في كيفية الخلق اللي يقول لك إنه الطبيعة ومش الطبيعة وتطور الحياة ونظرية النشوء والارتقاء وكلام فاضي يثبت العلم كل يوم أن ما قص علينا في القرآن الكريم عن طبيعة الخلق وعن ابتداء الخلق وعن نشوء الخلق وعن نشوء الكون هو الصواب هو الحق وإن القرآن الكريم يحوي أسرار هذا الوجود وأسرار هذا الخلق وأسرار هذه الحياة وأسرار هذا الكون ولكن الأمر محتاج إنه إحنا نتأمل تعلم محتاج إنه إحنا نقرأ ونفهم ونتدبر ما بالضرورة إنه نجد في ظاهر اللفظ القرآني كل شيء في ظاهر اللفظ نتعلم أشياء كثيرة ولكن في معنى اللفظ وفي ما وراء اللفظ وفي ما وراء الكلمات وفي ما وراء الجمل وفي ما وراء التراكيب القرآنية أسرار أسرار تنتظم وتحتوي هذا الوجود كله بما في ذلك نظرية الخلق وحقائق الخلق إنه الخلق الإنساني بدأ بشخص مخلوق اسمه آدم خلقه الله تبارك وتعالى بيده خلقه من الطين من التراب يعني بمعنى من مكونات التراب من مكونات يعني مفصلة ومرتبة ومجموعة بطريقة حسابية لا يمكن أن تخطئ النسب اللي موجودة النسب العناصر اللي موجودة في خلقنا في خلق الإنسان نسب مركزة ومرتبة تلتيبا حكيما مش فوضى مش الماغنيسيوم له يعني كيفما اتفق موكلنا فينا حديد وماغنيسيوم ونحاس وزينك وصوديوم كله موجود في تركيبنا الخلقي تركيبنا الفيسيولوجي الطبيعي كله موجود بس موجود بنسب كم نسبة الماء في تركيب جسم الإنسان كم نسبة العناصر المعادن الأملاح المعدنية عشان هيك لما يختل النظام في الإنسان في جسم الإنسان بيمرض بيمرض لما تزيد نسبة السكر بمرض لما تقل نسبة السكر بمرض لما تزيد نسبة الأملاح بمرض لما تقل نسبة الأملاح بمرض وهكذا لما تقل نسبة الماء في الجسم يصاب بالجفاف بمرض ممكن يموت طبيعة إنسانية مخلوقة بحكمة بنظام ليس كيفما اتفق مش يلا روح يعني بعض الناس يقول لك الإنسان خلق من تراب طيب ماشي توزيع المعادن وتوزيع المكونات اللي موجودة في الرمل هي نفس المعادن أو التوزيع اللي موجود في جسم الإنسان مش بالضرورة لأن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان من مكونات هذا التراب ولكن بنسب لا تخطئ لا تحيد لا تختل لا تتغير وإذا تغيرت بينعكس هذا التغير بشكل سلبي على صحة الإنسان وعلى حياة الإنسان خلق الله آدم من تراب وأخبر الملائكة وهنا في هذه القصة أو في هذا المشهد من قصة آدم ومن خلق آدم نحتاجين نتوقف شوي الله تبارك وتعالى يقول في سورة البقرة في الآية الثلاثين من سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة طيب أول وقفة بدنا توقفها مع هذا المشهد ومع هذه الآية الله تبارك وتعالى يعني بيستشير الملائكة بيشاورهم بيشاورهم طيب الله تبارك وتعالى محتاج أن نشاور حد طيب محتاج يخبر حد أبدا ولكن الله تبارك وتعالى وطبعا نحن نحلق في أثاق القرآن في ظلال القرآن هل ما نقوله هو حتما كل ما في هذه الآية بالتأكيد لا مطلقا لا لأن كل يوم إحنا وغيرنا هنكتشف معاني وقيام وحقائق وأسرار جديدة من نفس الآية اللي إحنا بنمر عليها وبنقرأها اليوم وبنأخذ منها معنا بكرة حنأخذ منها معنا مختلف وجديد وبعده وغيرنا حييجي يأخذ منها سر آخر وحقيقة أخرى ومعنى آخر القرآن لا تفنى عجائبه كل يوم ستجد في القرآن الكريم سرا جديدا وستجد حقيقة جديدة أنت بتكتشفها مش هي بتيجي انت فقط بتكتشفها أما هي موجودة هي موجودة ولكن إحنا لأن عقولنا قاصرة ولأن عقولنا يعتريها التغيرات اللي بتطرع على العقول تتسع وتضيق الحالة الذهنية الحالة النفسية الحالة الجسدية الحالة المناخية كله هذا بيأثر على طريقة التفكير لما تركز أكثر ويتهيأ لك المناخ أكثر وتتهيأ لك الظروف أكثر للفهم ستجد نفسك مبحرا بعمق في لجج وبحار القرآن الكريم وستكتشف في كل يوم معاني جديدة ولكن كل ما عليك أن تقبل على القرآن كما تحب أن يقبل القرآن عليك أنت تريد من القرآن أن يعطيك طب أعطيه عشان تأخذ منه عشان تستفيد منه عشان تتعلم منه عشان رب العالمين يفيد عليك من أسراره ومعانيه ودرره وجواهره التي لا تنقطع أنت عليك أن تمنحه جوهرتك عشان تأخذ جوهرة القرآن الكريم أو جواهر القرآن الكريم عليك أن تقبل عليه بجوهرتك أنت وجوهرتك هي إدراكك هي الجوهر المدرك فيك العقل القلب الوجدان الإحساس المشاعر عليك أن تقبل على القرآن الكريم بكل هذا الجوهر الموجود فيك المكنون فيك اللي رب العالمين سبحانه وتعالى أعطاك إياه ووضعه فيك حتى تستطيع أن تأخذ من القرآن الكريم بعض جواهره وبعض درره لكن أنت لا تعطي القرآن إلا النزر اليسير من وقتك لا تعطي القرآن إلا فضلات الوقت يعني يعني بتقول لك بتقرأ القرآن بقوله لما أفضى شو لما أفضى طيب أنت بتوكن لما تفضى ولا بتوكن لما تحتاج وكل يوم بتشتغل وتروح لما تفضى ولا تبحث عن زادك وعن نفقتك وعن احتياجاتك بشكل فطري بشكل طبيعي بشكل يومي وملح طيب القرآن الكريم كتاب ربك الله تبارك وتعالى يكلمك من خلاله تخيل أنه أنت لما تقرأ أنت تستمع إلى الله والذي يتحدث معك هو الله وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة الله لا يستشير الملائكة أبدا ولكنه يخبرهم ببعض أو بسر بعض مما علموا أو مما علمهم كل علم الله قديم يعني مش إن ربنا سبحانه وتعالى الموضوع الموضوع الفلاني عرفه جديد مش فجأة ربنا قرر أنه يخلق آدم مش فجأة علم الله بخلق آدم علم قديم يعني إيش قديم يعني علم أزلي ليس له أول أي إن آدم والكون والإنسانية والخلائق كلها موجودة نظريا في علم الله بدون بداية بدون بداية الله له بداية كان الله ولم يكن شيء معه الله ليس له أول هو الأول وليس له آخر هو الآخر بمعنى لا بداية له ولا نهاية له سبحانه لا إله إلا هو وعلمه بآدم وإرادته بخلق آدم هي إرادة أزلية سابقة على خلق آدم وسابقة حتى على خلق الملائكة عندما خلق الله الملائكة وعلمهم بعضا مما يريد تعليمهم إياه ربما يكون قد أعلمهم أنه سيخلق في يوم ما خلقا في الأرض ومن الأرض يسميه آدم صفة واحد اثنين ثلاث أربعة أعطاهم صفة عندما جاء الوقت الذي ستظهر فيه إرادة الله بخلق آدم الإرادة الأزلية والعلم الأزلي بخلق آدم قال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة هذا الذي علمته وأردته أزلا الآن أردت أن يظهر إلى عالم الوجود إلى عالم الشهادة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء طيب اش عرفهم مين اللي عرف الملائكة إنه وهذه حقيقة يعني إنه الإنسان يفسد في الأرض ما شاء الله يسفك الدماء حدث ولا حرج من اليوم الأول لخلق الله آدم ومنذ أن أنجب بدأ سفك الدماء والإفساد في الأرض قابيل قتل هابيل وإحنا ما شاء الله إحنا كلنا كل البشر اللي جاءوا بعد آدم هم أولاد قابيل يعني أولاد مين يعني أولاد القاتل أولاد القاتل لأن المقتول لم يعقب المقتول لم يعقب لم يترك أثرا لم يترك ذرية ذرية هي ذرية القاتل وبالتالي عنصر الإفساد بمعنى الاستعداد للإفساد مش يعني أنه إحنا خلص فاسدين ونقطة لا أو أنه البشر فاسدين ونقطة الاستعداد للإفساد موجود في طبيعتك أنت فيك كل العبر أنت فيك يا إنسان كل مكونات هذه الأرض بخيرها وشرها بحسنها وقبيحها موجودة فيك ولذلك الملائكة لم تستغرب وإنما تساءل هذا الذي أخبرتنا يا ربنا وعلمتنا أنه سيفسد في الأرض ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ربما الملائكة يتساءلون وطبعا هم لا يعصون الله ما أمرهم ويستحيل عليهم الخطأ لأنهم مبرمجون ومخلوقون على الصواب أما إحنا فمبرمجين والحمد لله على الجهتين مزي الملائكة إحنا على الجهتين مبرمجين مبرمجين نحسن ونسيب نصيب ونخطئ مبرمجين إحنا ممكن نقتل وممكن نحيي ممكن ننفع وممكن نضر إحنا مبرمجين على الخير والشر والذلك قال الله عز وجل وهديناه النجدين العبرة أنه الله تبارك وتعالى في ختام هذا المشهد الأول يقول لهم إني أعلم ما لا تعلمون أنا أعلم منكم بالحكمة والسر من وراء خلق هذا الإنسان وإداعه في هذه الأرض أنا خلقته وجعلته خليفة يعني خلف يخلف خلفا طبعا بعض الناس يقول لك أنه هو الإنسان خليفة الله يعني يعني نائب الله في الأرض لا يسيد لنائب ربنا ولا حاجة الله لا ينوب عنه أحد والله تبارك وتعالى أعلى وأعظم من أن يجعل له نائبا ولكنك خليفته بمعنى أنه هو الذي جعلك مستخلفا في الأرض خلف يخلف خلفا هذا المشهد الأول هذه اللقطة الأولى من لقطات بدء الخلق بدء خلق الإنسان نكمل إن شاء الله مع هذا القصص القرآني في اللقاء القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة